خلينا سريعا نقول انه دلوقتي بيوصل محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال واللي في الحقيقة تعاون بشكل كبير جدا جدا بخصوص هذا الحدث وحدث افتتاح مطاعم او مجمع مطاعم النادي الاهلي بمدينة نصر فبالتالي لقطاتها كلها في الحقيقة مهمة جدا جدا وحدث هام في الحقيقة لكل اعضاء النادي الاهلي حدث مهمة قوي وبالتحديد عضاء النادي الاهلي في مدينة نصر اللي ممكن يكونوا دلوقتي بعيشوا اصعد لحظاتهم يعني لان كل الامور الخدمية بشأنها ايه انها بتساعد عضاء النادي الاهلي في ان هما يقضوا وقت سعيد داخل النادي او داخل المقر اللي هما بيروحوه الخاص بالنادي الاهلي فبالتالي اي خدمة انت بتتمنها بتلاقيها اي خدمة نقصة خلال الفترات اللي فاتت والسنوات اللي فاتت طلبتها بتتنفذ اي وعد اتقلك بيتنفذ بيتم من خلال مجلس ادارة النادي الاهلي اللي بيوفي بوعده ودي في الحقيقة او ده شيء واقع وشيء بيحصل على ارض الواقع وكمان كابت المحمود الخطيب زي ما اتكلم على صالة الكرتيب مقر النادي الاهلي بالجزيرة وكان شكلها فعلا مؤسف جدا لكن لما اتكلم وقال احنا هنعمل بالمنظر كذا وعرض الشكل اللي هتكون عليه صالة الكرتيب النادي الاهلي فعلا حصل وفعلا من شهور قليلة جدا شفنا افتتاح صالة الكرتيب في النادي الاهلي اعتقد في اول السنة دي يعني اول سنة دي كان هذا الافتتاح صالة الكرتيب في النادي الاهلي لان كان عندنا خيمة سيئة جدا ما تنفعش ان هي تهيئ وتعد ابطال للنادي الاهلي زي ما احنا متعاودين في مختلف الانشطة ومختلف الععاب داخل النادي الاهلي فبالتالي مجلس الدرق اوفى بعضه بخصوص صالة الكرتيب كمان فيما يتعلق واللي تترك ليه طبعا كابت المحمود الخطيب خلال كلامه فيما يتعلق بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس واللي هو بصدد الانشاء وفي الحقيقة هيكون حاجة جميلة جدا جدا جدا